ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد سهيل الشاعر سهيل لو تضعنا بالمزيد حول تصريحات بايدن والإجراءات الأمريكية المتخذة الآن بعد انهيار مصرف سيليكون فالي نعم الرئيس الأمريكي أكد أن ودائع العملاء البنكي سيجنيتشر وسيليكون فالي ستكون متاحة للمودعين بدءا من اليوم وموضحا أن تم وضع تأمين خاص لهذه الودائع في هذه البنوك وأشار إلى أن البنوك في الولايات المتحدة آمنة ولا يجب أن يكون هناك أي نوع من القلق حيال الثقة في النظام المصرفي الأمريكي كما تحدث عن نقطة في غاية الأهمية وهي أن تأمين على الودائع لم يمس بأي شكل من الأشكال بأموال دافع الضرائب الأمريكيين كما تحدث أيضا عن ضرورة محاسبة الذين تسببوا بهذه الخسائر وهذه الهيارات للبنكين سيجنيتشر وسيليكون فالي وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة لن تقوم بحماية المستثمرين أو المتسببين بهذه الانهيارات وأشدد على أنه سيوجه الكونغرس الأمريكي للعمل على وضع أطر لتنظيم على البنوك وحمايتها من التعرض لأحداث مماثلة هذه النقاط التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي في خطاب مقتضب قبيل توجهه إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة للقاء رئيسي وزارة بريطانيا وأستراليا في وقت لاحق من اليوم جاء بشكل عاجل لطمأنة الأمريكيين والعالم على أن النظام المصرفي الأمريكي يقف على أرضية صلبة وأنه يمكن الاعتماد عالميا على الولايات المتحدة وعلى اقتصادها ونظامها المالي وكان هذا هو الهدف الأساسي من هذا الخطاب هو مجرد خطاب لطمأنة العالم والأمريكيين على النظام المصرفي سهيل على صعيد آخر لو تضعنا بأسباب الخلاف السياسي الذي برز عند عطلة نهاية الأسبوع حول أنقاذ بنك سيليكون فالي نعم كانت هناك عاصفة سياسية حيال هذه النقطة فكان من جانب أن هناك من يطالب ويناشد الإدارة الأمريكية بالعمل على إنقاذ البنك لأن هذا البنك يعتبر البنك الأول في الإقراض للشركات الناشئة التي تعمل على صناعة التكنولوجيا والإنترنت في السحر الغربي للولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا تحديدا وكانت أيضا مناشدات سياسية ومن رجال أعمال ومستثمرين ولكن على جانب آخر كانت هناك أصوات معارضة لأنه لا يمكن هناك أي رغبة من العدد كبير من السياسيين باستخدام أموال ضرائب الأمريكيين لإنقاذ البنك وجعله يعود للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى من خلال دفع أموال ضرائب الأمريكيين لأن هذا مجرى في عام 2008 ولم تكن المردودات بالشكل المنتظر ولذلك كانت هذه الصفقة التي تم الوصول إليها والتي تم الإعلان عنها مساء أمس من قبل وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي بالتأمين على الودائع وحماية الودائع فقط في هذه البنوك ولكن لم يكن هناك أي حماية للاستثمارات التي يقوم بها البنك وبالتالي كان هذا هو حل وسطي بين إنقاذ البنك وبين عدم استخدام أموال الضرائب أشكرك من واشنطن مراسل الغد سهيل الشاعر ترجمة نانسي قنقر